موسيقى أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى قضية وحوار قضية جديدة وظيف جديد اليوم في بريطانيا الجالية العربية تتوجه أنظارها نحو التعديلات الجديدة التي يمكن أن تطالها بعدما سمي هجوم لندن بشكل عام الجالية العربية ماذا تنتظر من قوانين هل تمت أشياء جديدة ستنعكس على أوضاعها هنا الجالية العربية في ظل قوانين الهجرة الجديدة هو موضوعنا اليوم حيث يخطط رئيس الوزراء البريطاني ذي بالكاميرون لاتخاذ إجراءات صارمة بحق من يعتبرهم دعاء للكراهية وذلك خاصة من الأئمة وكذلك من الإعلام ومن مواقع الإنترنت الذي سيخضع ربما لرقابة في حين حذرت وزيرة الداخلية من أن آلاف المسلمين عرضة لخطر التطرف في بلادها وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان له أن الحكومة تعتزم تشكيل فريق عمل للتصدي لجميع أشكال التطرف التي يمكن أن تحرض على أعمال العنف والإرهاب وقال أن هدف فريق العمل هذا هو مكافحة التشدد في المدارس والمساجد وتشديد عمليات تفتيش على الإنترنت وعرقلة الخطاب المتشدد هذا بيان رئيس الوزراء لكن اليوم نفتح تساؤل حول الجالية العربية بشكل عام وماذا يمكن أن ينعكس هذا عليه ورحب اليوم بضيفي المستشار القانوني للأستاذ علي القدومي المستشار في قضايا الهجرة مرحبا بك أستاذ علي أهلا بك تشعر شعرت بالقلق بعد بيان رئيس الوزراء هذا حول ربما تضييقات جديدة على العرب أم يعني في النهاية ستأخذ القانون مجراء كما يقال طبعا شخص أشعر بالخوف ولكن بالحذى من الأشياء التي ستحصل في المستقبل ولكن كجالية عربية في بريطانيا طبعا كلهم سيتأثروا فيما لو سنة قوانين جديدة اللي بتكلم عن رئيس الوزراء أو وزيرة الداخلية اللي بتحاول تسن قانون جديد هو قانون التجسس على الناس كافة وخاصة طبعا العرب أو المسلمين بعد الحصل اللي هو الاعتداء على الجند البريطاني لعرف هجوم لندن نعم طيب هذا يعني بدأنا من موضوع هذا القانون شوف تفاصيل هذا القانون يعني شو حيثيات هذا القانون طبعا قانون التجسس معروف أنه سيتصنتوا على كل المكالمات وهذا طبعا من زمانهما سيتصنتوا ولكن الآن سيتوسعوا إلى الإنترنت والمسيجات والتكس مسيجز وأي ويب سايت الشخص بيدخله سيتجسسوا عليه ولو شكوا أن هذا مثلا دخوله لهدف ما طبعا حيوقفوه يسجنوه أو يحققوه معه طبعا هذه التدخل بالأمور الشخصية وهذا بيحاول يسنه القانون طبعا الحزب الديمقراطي معارض لهذه الفكرة تماما يعني فيه انقسام في الحكومة بسبب هذا القانون وطبعا هو التعديات على القوانين الشخصية الحرية الشخصية الحرية الشخصية نعم هل هذا السؤال يعني حتى بيان رئيس الوزراء قال أنه في كثير من المسلمين معارضين للخطر تطرف والإرهاب هل هذا القانون خاص مفصل للعرب والمسلمين ولا هو عام يعني هو طبعا بيعملوه عام ولكن السبب وجوده هو العرب والمسلمين بسبب الحادثة اللي حصلت لأنه لبسوها مثلا أو الشخص الداعي أنه مسلم فسن القانون بسبب هذا يعني احنا مستهدفين كمسلمين في هذا البلد طبعا مستهدفين وحصلت طبعا عدة مشاكل مع بعض الأفراد في عدة أماكن بسبب هذا الشخص ولأنه الآن الإنجليزي الأبيض صار يخاف من أي واحد يشوفه ممكن يكون هندي مش مسلم ولكن يقول لك هذا مسلم أو عربي فهذه سببت رعب عند البريطانيين البيض من الجالية العربية أو المسلمة بسبب بعد هذا الحادث طيب هل يعني قانونيا تفصيلا كيف يمكن للحكومة أن تطبق هذا الموضوع الرقابة كيف يمكن أن تضيق كمحامي أنت كيف يمكن تعتقد أن الحكومة ستضيق على العرب والمسلمين قانونيا طبعا قانونيا أنه يعني بيحددوا أو بيخلو يعني بيحددوا مسيرتك أنت بدك تعمل شيء بصير تخاف حتى لو أنت بدك تعمل ريسيرت على الإنترنت لموضوع معين بتصير عم بتفكر يعني في فكرة أنهم عم بيراقبوا فيك فصالة البلد هذه هتكون دولة بوليس يعني يصور يتحكموا في الناس حتى في داخل بيوتهم بيكون متراقب فهذه طبعا تعدي على الحرية الشخصية تامة طب هذا على اللي في الداخل بس اللي في الخارج يعني القادمين الجدد سيكونوا عرضة كمان لتضييقات طبعا هو إنذال كله إنذال لكل إنسان حيدقوا للبلد هذه هذه قوانيننا عايزين تيجوا أهلا وسهلا مش عايزين خليكم مكانكم لأنه هذه قوانين ستطبق على الجميع طبعا 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 قلينا نحكي عن أعداد العرب لأنه أنت كمان جهزت بعض الإحصاءات حول أعداد العرب الجالية العربية في بريطانيا زادت قلت خاصة بعد موضوع الربيع طبعا بعد الثورات العربية اللي حصلت في معظم الدول العربية عدد اللاجئين زاد هنا مثلا الأول بدأت في اللاجئين الليبيين وبعدين اللاجئين السوريين فاللاجئين السوريين بكميات كبيرة هنا حتى اللي كانوا مقيمين هنا إقامات كطلاب أو شغل أو كذا حولوا إقاماتهم إلى اللجوء وجدوها إنها طريق آمن والسلام لتوصلهم للنهاية والآن الحكومة طبعا عملت يعني كونسشن للسوريين مثلا إذا واحد سوري في زيارة هنا مثلا وفيزته خلصت بيجددوله إياها أو ما تروحش إذا ما تريد سافق خليك أو إذا بدك مثلا عندك بدك تعمل تغيير فيزتك من فيزا إلى فيزا أخرى سمحوا لك تعملها داخل البلد بسبب الظروف اللي حاصلة لذلك زاد طبعا زاد عدد اللاجئين وغير يعني اللاجئين المستثمرين يعني في كثير ناس تركوا بدولهم العربية وإجوا يستثمروا هنا فالعداد الجالي العربية طبعا زادت هنا بعد الأحداث ليش طب بالمقابل عدد الطلاب قل يعني بشكل عام زاد عدد المستثمرين هي سبب قلة الطلاب بسبب القيود اللي فرضتها الحكومة أولا غلاء أقصاط الجامعات يعني زمان كانت بين 3000 ومثلا 12000 بالنسبة الآن للأجنبي من 12000 يتوصل لغاية 20000 ابن البلد اللي كان ما بيدفعش إشي أو بيدفع مثلا 1000 أو 2000 بالسنة الآن لازم يدفع لغاية 9000 جنيه ستاليني في السنة وهذا طبعا عبء بالنسبة لعائلاتنا العربية مش كلنا أبنية يعني فيه أبهاتنا ومرتباتهم محدودة فلما واحد ما بيبعت ابنه على البريطاني لمدة 5 سنين عاوز له ميزانية يعني عاوز له مش الأقل من مثلا 100 ألف دولار أو يعني 60-70 ألف جنيه ستاليني غير المعيشة فهذا السبب والقيود اللي فاضتها الجامعات كمان على الدخول حددت من نسبة لدخول الطلاب العرب يعني مثلا المملكة العربية السعودية كان عندها أكبر عدد طلاب هنا أكثر من 30 ألف طالب الآن عم اتجهوا إلى إيرلندا وإلى أمريكا وإلى أستراليا وكندا بسبب القيود اللي فاضتها الحكومة من بعض القيود يمكن أستاذ علي يعني يقيل أنه حتى الآن الطالب اللي كان يحلم أنه بعد ما يدرس خمس أو ست سنوات يحصل على الجنسية الآن التعديدات لا تعطي الجنسية أي طالب صح أو لا؟ زمان بالنسبة للطلاب كانت الجنسية تأخذ بعد الإرقامة الدائمة بعشر سنين يعني بيأخذها بعض عشر سنين من وجوده طيب الآن والآن عشان ما يعطوه حددوا أقصى عدد سنوات للدراسة بثمان سنوات بعدها لازم تمشي أو إذا قدرت تحصل على عمل أو أي شيء ممكن تتوقع ولكن زمان القانون انتهى تبع العشر سنين بالنسبة للطالب ما فيه بطل ثمان سنين أقصى حتى ثمان سنين دراسة إذا قعد أكثر من ثمان سنوات فيش شيء خلاص ما في شيء طيب بدأت تكلمت عن أنه يعني بعد الربيع عدد كبير حتى أنت يمكن وعندما تتجول في شوارع لندن ترى كثير من رجال أعمال من سيارات الفارحة أنتلت البلد بالمستثمرين شو أسباب هذا يعني طبعا زي ما قلنا في أحد المقالات أن الحكومة البريطانية فرشت البساط الأحمر أو السجادة الحمراء للمستثمرين وخاصة العرب لأنهم يعني عندنا أثرياء عرب ما شاء الله فسهلت لهم يعني في السابق كان فيه قيود معينة ولكن الآن بسطت بوجود مبلغ بسيط يعني بـ 200 ألف جنيه تعال خذ إقامة هنا وجيب أولادك وزوجتك وعيش هنا كم المبلغ 20 ألف؟ 200 ألف 200 ألف جنيه سليني يأخذ إقامة للعائلة الواحدة للعائلة زوجتك وأطفالك ما دون سنة 18 ويعيشوا لمدة 5 سنين والإقامة الدائمة وبعدين الجواز الإنجليزية أو الجنسية الإنجليزية وفيه استثمارات من نوع تاني اللي هي من مليون لغاية 10 مليون طبعا كل شيء له يعني تسهيلات معينة ليش العرب يعني بفضله بريطانيا بفضله لنبن حتى خاصة بعد الربيع أنت عارف أموال كثير هربت من دول الربيع نعم بريطانيا طبعا كمركزها العالمي يعني واقع بين بوسط العالم هنا كتجاري ومالي مركز حساس جدا ومهم جدا وطبعا استقرارها استقرارها الاقتصادي الاستثمارات في العقارات مثلا هنا تشوف دائما في اطلاع عمر ما نزل يعني إما بيتجمد وإما بيظل طالع فهو التسهيلات واللغة كمان عامل الأساسي يعني اللغة الإنجليزية هي أسهل لغة بالنسبة للعربي بتعلموها مثلا والتسهيلات اللي عاملينها المستثمرين هنا يعني البعض يعني مش عارف هذه الجزئية يقول أنه كمان في القوانين تحمي سرية رؤوس الأموال يعني أموال اللي هربت من الربيع العربي الأموال اللي عليها مشاكل في دولها لا تستطيع أن تقاضي أحد هنا في بريطانيا أو لا؟ هو لا إذا لكن إذا الحكومة طلبت من الحكومة الشخص يعني طلبت من حكومة بريطانيا ممكن يفصلوا عن هذه الأموال وحصل في بعض القضايا ومنها قضية يعني حتى في الأودن حصلوا بموافقة السلطات البريطانية بمنحهم كشفات حسابات لأحدى الأشخاص الأودنيين اللي كانوا هاربين بمبالغ مالية كبيرة يعني طيب الآن هذه الأخبار عن أنه ستصير بريطانيا دولة بروسية تتجسس على كل شيء ألا تجعل الناس تنفر خاصة جاء الأعمال عندما يعلم أنه تحتل رقابة في كل شيء يعني ولا ملوش علاقة طبعا هي بتسبب حساسية يعني وانتباه لهم ولكن هم بيجوا هنا للمأمن عشان يعيشوا في أمان لكن إذا الإنسان هنا يعني بعتبر نفسه بشغله وماشي حاله مزبوط فما ما يخاف ولا يهاب أي شيء مدام هو ما بيعمل شيء غلط فبيظلوا يعني في أمان إن شاء الله كم نصد علي النسبة نقبله احنا بنحضر الحلقة قلت لي في 190 ألف دخلوا إلى بريطانيا تحت أي بند يعني شو البنود اللي صارت عدد الطلاب اللي دخلوا السنة الماضية حوالي 190 ألف هذا لكن السنة اللي قبلها حوالي ربع مليون طالب ربع مليون فهذا بسبب القيود اللي فرضتها الحكومة تقل عدد الطلاب يعني الإجمال اللي دخلوا السنة الماضية حوالي 500 ألف واحد اللي هما بين طلاب وبين عمل وبين عائلات غير فيز الزيارة لأنه إقامات الزيارة هذه بتدخل بالملايين طبعا سنويا ولكن النسبة هي خفت يعني خفت كثير بسبب القيود اللي فرضتها لأنه بالنسبة للعمالة مثلا زمان كانوا حكومة العمال بدخلوا 100 ألف واحد في السنة أو أكتر الآن حكومة المحافظين والديمقراطيين عاوزين يخفضوها لعشرة الآلاف يعني في كوتا سنوية مثلا عاملنا حوالي 24 ألف بالسنة عاوزين دخلوا عمال فقط 24 ألف وكانت قبل 100 ألف كانت 100 ألف كان مفتوحة 24 ألف من كل الجنسيات من كل الجنسيات نعم صار يعني أصعب كثير كانت أول مفتوحة يدخلوا 100 أو أكتر من 100 ألف لكن الآن حددوها وطبعا هذه سنوا قوانين جديدة بالنسبة للعمالة وهذه مهمة هذه أثرت بالنسبة للعرب خاصة يعني العامل لما كان يجي هنا بفيزا خمدة خمس سنين بعدها بيأخذ الاندفينت اللي اللي قامت دائمي بعدها الجنسية الآن قل لك لا لغاية 6 سنين نعطيك تشتغل بعدين ترجع بلدك إذا صاحب العمل عاوزك ممكن ترجع تاني بعد سنة ولكن اللي قامت دائمي ما فيه إلا للفئات المعينة اللي مرتبوا مثلا فوق 30 ألف أو المهنة تكون من هما المهنة اللي هي الناقذ اللي هي الناقذ اللي يعني يكون فيها نواقذ زي المدرسين النرسات مثلا المستشفيات خبراء الكمبيوتر يأخذوا سايما موضوع مهم ينسأل علي أنه سيصير فيه لبسهم مثلا فيه شيء اسمه تير تو اللي هو الناس اللي يعني معروفة الناس اللي يشتغلوا هنا هدو رح ينتهيوا بجنسية ولا رح يروحوا بعد بالأسف إذا كان مرتباتهم تحت 30 ألف ما حيقدر يأخذوا الجنسية حقا لقعدوا خمس سنوات 6 سنين لا ما فيه القانون تغير في السنة الماضية أنه بالنسبة للتير تو أي حد بيدخل البلد هذي من بعد إبريل 2012 بست سنين الماكسيمو المدة القصوى يوعدها وبعدين يمشي إلا إذا كان مرتبه فوق 30 ألف أو من المهن اللي هي معروفة بإنها مرتبطة لست هذه المعروفة عندهم اللي هي زي ما قلنا مثلا طباخين واحدة منهم يعني هي لغاية الآن ولعلمك كمان رقاصة موجودة في هذه اللستة وهذا طبعا آه يعني بفضله أنه رقاصة تيجي هنا عن واحد مثلا يعطيهم يعني أفكار وخبرات وكذا يعني رقاصة أهم من بيهن كثيرة يمكن والله الأسف هذا هو صحفيين صحفي أهم ولا كثير طيب أستاذ علي هذا الموضوع يعني إذا متكلم عن الجالية العربية إذا رحنا على أجوار رود تلاقي مئات العمال العرب يشتغلوا في المطاعم يشتغلوا في مطاعم الشوور في المطاعم العربية كذا هذول شو أوضاعهم ومستقبلهم طبعا فيه نسبة منهم بيكونوا طلاب وبيشتغلوا part time يعني دوام جزئي وفيه منهم طبعا عندهم إقامات بيكونوا متزوجين مثلا من إنجليزيات أو أوروبيات وفيه منهم طبعا فيه قسم لا يزال هم غير شرعيين في البلد وكان زمان فيه قانون هو اللي يجالس في البلد 14 سنة غير شرعي بيأخذ الإقامة الدائمة ولكن غير القانون هذا في السنة الماضية فأصبح القانون 20 سنة إنه تثبت إنه صار لك في البلد 20 سنة عشان تاهل الإقامة الدائمة يعني أكثر العمال هذولا ممكن يكونوا إقامة شرعية ولكن إذا كانوا على تير 2 اللي هم الوارك باميت لازم يكون لازم للأسف إذا ما كان معتبه في المبلغ اللي تكلمنا بعد الست سنين لازم يغادر إلا إذا غير إقامته هنا بشيء تاني مثلا إذا كان عنده مثلا خطيبة أو شيء وتزوج ممكن يقلب حتى الآن الزواج يمكن بدل سنتين تحول إلى أكثر إلى خمس سنين عملوا الآن خمس سنين عشان حصل كثير ما يسمى بالزواجات المفبركة مثلا صورية صورية عشان الواحد يجلس في البلد فهم عشان يحموا الحدود ويحموا يعني شعبهم هنا فقروا القانون إنه الواحد لازم يكون متزول لمدة خمس سنوات يبل ما يحصل على الإقامة الدائمة طبعا بعطوله أول سنتين ونص وليثبت إنه عاش مع زوجته سنتين ونص وبعدين بيعطوله كمان سنتين ونص تانيين لغاية الخمس سنين لازم يكون شغال فيها أي لازم يكون عندهم داخل طبعا لا لازم يكون عندهم داخل لازم يكون شغال برضو حتى الزواج لا يكفي أنه يحصل على نعم نعم طب الآن يعني إذا حد بيسمعنا من العرب الموجودين خارج بريطانيا هو بدي يجعلها بريطانيا يعني الأبواب كلها مسكرة ولا فيه أبواب أخرى غير الأثرياء والله هي المسج أو عسالة اللي بعثتها الحكومة للعالم كله إنه خلص بريطانيا أغفلت مفتوحة بس لفئات معينة وركزوا كثير على المستثمرين لأنه عاوزين نروس الأموال هذه بعد الثورات العربية كلها تتحول لهون وللأسف طبعا هذا حصل يعني فيه بخبرتنا عندنا طلبات كثيرة الآن نتلقاها من الدول العربية من طبعا معظم الدول العربية كلهم عاوزين ييجوا هنا ويستثمروا أموالهم لأنه المبلغ بسيط ومقدور عليه 200 ألف نعم 200 ألف مبلغ بسيط وطبعا شروطه بسيطة يعني عدى امتحان لغة إنجليزية وتأخذ إقامة أنت وأولادك وطبعا الدراسة مجانا والعلاج مجانا والإقامة مريحة لغة إنجليزية ضرورية حتى رجال الأعمال إذا كان المبلغ أقل من مليون بيحتاج اللغة إذا كان فوق المليون معفي من اللغة يعني عاوزين يسهلوها أكثر من هيك يعني الإقامة الدائمة مثلا لو إنت استثمات عشر مليون يعطوك إياب سنتين بدل ما تستمع خمس سنين نعم كل ما زاد فلوسها كل ما زاد طبعا أنت قلت أن حكومة العمال كانت فتح الباب حكومة المحافظين من لما إجت وإحنا الآن يمكننا على أبواب انتخابات بعد يعني السنة القادمة بصراحة حكومة المحافظين شو عملت ضد العرب تحديدا أو ضد المهاجرين العرب قيدت أي شيء يعني بالزبط ولا بشكل عام بشكل عام يعني أهم شيء عمله هو لما الإنسان يكون عايش هنا وعنده زوجة في دولة عربية وعاوز يجيبها كان أول يقدم لها الطلب وتيجي ويثبت أنه يشتغل الآن لازم يكون عنده مرتب محدد وهو 18 ألف و 600 جنيه هذا إذا كان ما عنده أطفال لكن إذا كان عنده مثلا طفلين لازم يكون مرتبه 25 ألف وهذه طبعا صعبت على ناس كتير وفصلت بين العائلات يعني عملت حياتهم صعبة جدا وهذا واحد من الأشياء اللي أثرت في الجالية العربية لأنه في عائلات فقيرة وفي ناس مثلا بيشتغل اللي هم سيلف امبلويد ما بيقدر يثبت أنه مرتب مثلا بيقدر يدق 25 ألف أو يقدم الأوراق الثبوتية اللازمة مع أنه يعني في ناس فعلا يعني أثرت في حياتهم وهذه من أكثر الصعوبات اللي بواجهوها الآن وخاصة لما يكون واحد مثلا بيشتغل شغل جزئي وبيأخذ معونات من الحكومة لا يمكن أن يقدر يجيب زوجته أطفال لا يمكن فهذا حرام يعني هذا فعلا قاسي جدا قانون قاسي جدا عملة حكومة المحافظين وهذا فش عليه استئناف إنساني أو غير إنساني يعني إذا واحد فعلا فيه كثير أنا شفت من العرب التقيوني وكذا بيسأله عن هذا الموضوع تحديدا إذا الواحد هو زوجته في مصر أو في الأردن أو في دولة أخرى وهو يعمل هنا براتب قليل أو بيشتغل بالمياومة يوميا هذا يعني فصل تام بينه وبين زوجته للأسف يعني ما عندهم رحمة يعني ما عندهم فعلا يستعطفوا على الواحد أو يرحموا الواحد للأسف وحتى لو رحت المحكمة بيقولك لا هذا القانون يطبق على الجميع يعني ما فيه استثناءات إلا إذا كان مثلا شخص وبيأخذ معونة مثلا ممكن فيه إعفاءات ولكن الشخص العادي اللي بيشتغل ومعتبه أقل من المبلغ هذا للأسف من الصعوبة لازم يلاقي شغل تاني كجزئي ويعوض عشان يقدر يجيب زوجته طيب أستاذ علي بين فترة والتانية بيطلع هون جدل في بريطانيا حول الاتحاد الأوروبي بقاءها في الاتحاد الأوروبي أو خروجها بالاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرو مديعمل السفتاء على هذا الموضوع المهمنا بالقصة مش للاتحاد الأوروبي إحنا كعرب كجالة عربية فيما لو غادر الأوروبيون خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيه فائدة ستنعكس علينا كعرب هي مش فائدة يعني إذا خرجت ستكون وضعها زي مثلا سويسرا أو الناروج هم هذول مثلا دول مستقلة مشتغلين في الاتحاد الأوروبي ولكن فيه اتفاقيات معينة مع الاتحاد الأوروبي اللي هي يعني شعبهم بيجي هنا بيشتغل أو الإنجليز بروح هناك بيشتغلوا بدون أي قيود فبريطانيا ستصبح زي هيك ولكن لا أعتقد لأنه تجارتها مع الدول الأوروبية بتمثل حوالي 60% فلا أعتقد أنها يعني ستخسر موقعها الخاصة الجغرافي مع أوروبا بسبب أنهم يعني بعوزين يطلعوا من الاتحاد الأوروبي حتى لو طلعوا ما أعتقد أنها ستأثى على العرب يعني سنكون عايشين مثلا في سويسرا نفس الشيء البلد طبعا هي ستغلى أكتر من الأول يعني هذا هي انعكاس على الأسعار لما تستقل هي كدولة يعني حتى تختلف ما هي فيها قيود أوروبية يعني حتى تصرفوا فيه بحرية بس أنه فيه بعض الناس بيقولك إذا راح الأوروبيين بزيد فرصنا شوي بزيد عاد العرب اللي يمكن يدخلوا إلى لا هم حتى لو طلوا على الأوروبيين مش هيمشوا من هون يعني لو قل عددهم اللي جاي من أوروبا فهما بالتالي حي سهلوا شوي طبعا بزيد الفرص هما لما أول بدأت من 2004 ودخل الأوروبيين مثلا في كام شهر دخل مليون بولندي وكلهم أو كانوا مهنيين أو يعني سيمي سكيلد شبه مهنيين يعني فأخذوا فرص كتيرة يعني عطلوا على العرب كتير مليون بولندي مثلا من بلد وحدة أخذوا فرص العمار والآن هالسعى رومانيا بلغاريا بالسنة الجاي راح يدخلوا بالاتحاد الأوروبي وهذول اللي حييجوا هنا مش ما لا مهنيين ولا شيء أكثرهم إقطاعيين أو يعني قطاع طرق يعني للأسف يعني المجوريتي منهم جايين هنا يعني عشان يعيشوا على الصلبطة وهذا طبعا هيأثر كثير لأنه حييجي يشتغل بأي مبلغ صح لكن إحنا المهنيين العرب مثلا تأثر عليهم كثير في سؤالين أخيرات سؤال أول حول الوضوع أنه الآن يعني إيش أكثر المهن اللي يمكن أنه العربي يعني له فرصة أنه يأتي بها على بريطانيا ما زالت مفتوحة يعني أمامه بس الأطباء ولا في غير أطباء لا طبعا في أطباء في خبراء الكمبيوتر لا تزال هذه موجودة نعم وطبعا الطباخين المهرة طبعا وحتى الممرضين يمكن والممرضين لا يزال باب الممرضين لا يزال مفتوح طبعا طبعا والمدرسين كمان والمدرسين نعم بس بالعودة نختم من يوم من حيث بدأنا هذا الحديث عن التضييق الأمني أو التشييك الأمني أو الرقابة الأمنية هل يمكن أنه نرى رفض لطلبات عرب بسبب هذا البعد الأمني يعني هنا في بريطانيا طبعا هي من يوم الحادثة سببت حساسية بين العرب والإنجليز عامة فطبعا سببت رعب للطرفين يعني الإنجليزي بيكون ماشي بالشارع وشوف مثلا اثنين ثلاثة أشكالهم عرب أو آسيويين حيخاف منهم ونفس الشي لما يكون مثلا واحدة مسلمة مثلا ماشي وفي شارع وكله إنجليز حتسبب فطبعا حتسببت هي حساسية بين بس قانونيا دولة يعني هل رح سوف يكون تشييك أمني أكثر تدقيق أكثر على طلبات العرب اللي يجي بيقدم إقامة أو دراسة طبعا هذا تصدو تعليمات للسفارات أيوه بيتأكدوا من الطلبات أو صاحب الطلب وبيعملوا مقابلات الآن مع أكثر الطالبين يعني أول كان ممكن ستودنت يقدم ما يعمل لكنهم يعملوا معا لقاء عشان يتأكدوا من كل شيء قانوني لأنهم همتهم حماية الحدود بأي وسيلة وبأي شكل وبأي شكل وبأي ثمن أنت متفائل من أنه رح تعدي هذه قصة هجوم لندن وأن عكاساتها ستكون أقل على الجلية العربية هو لو إن شاء الله لو الشعب البريطاني تفهم الإسلام كدين وشاف العقيدة تبعتنا دين سمح ومتسامح وإحنا مش إرهابيين أساسا لكن لما يكون مثلا واحد أو اثنين يعني ما هم لنا علاقة بهم يشوروا سمعة بلد كامل لذلك إن شاء الله نأمل يعني أنهم يتفهم موقفنا لأنه ما في المساجد لا تلات يعني كلها يعني ضد الأشياء هذه ما في مسجد بحض على عمل صحيح وهذا يمكن ما قاله رئيس الوزراء قال أنه حتى من قام بهذا العمل هو خان الإسلام ولم يتكع على يعني أي شيء شرعي يتيح له قتل الآخرين بهذه الهمجية والله سريعا انتهى الوقت معك سيد علي القدومي المسشار القانوني والخبير في قضايا الهجرة أشكرك جزيلا على هذه الحلقة شكر لكم مشاريع الكرام انتهت هذه القضية وهذا الحوار سريعا تحدثنا في قضايا وهموم تهم الجالية العربية خاصة بعد أحداث وهجوم لندن أتركه في أمان الله وفي رعاية الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة